اشتركوا في القناة لا نملك محرز او صلاح والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو ووضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الفيفا وباريسان جرمان يحتفلان باشرف حكيمي حضية الدولي والمغربي اشرف حكيمي باحتفاء خاص من قبل الاتحادي الدولي لكرة القدم وفارقه باريسان جرمان واحتفل حكيمي اليوم الخمس بعيد ميلاده الثالث والعشرون حيث انهى امس الاربعة 22 سنة من التألق والجد ونشر باريسان جرمان فيديو خاص يظهر فيها الجوانب الايجابية في شخصية حكيمي كلاعب متميز اما الفيفا فاعتبر حكيمي عنصر اساسيا في بلوغ اسود الاطلس مونديال روسيا 2018 بعد 20 سنة من الغياب ويعد حكيمي من اللاعبين القرائل في العالم او حتى مع المنتخب المغربي الذي حافظ على مستوه منذ مبارته الاولى مع المنتخب اقل من 17 سنة خبر عاجل خليل زيتش يريد ضم عبد صمت زلزولي الى المنتخب المغربي بعدما شاهده مع برشلونا كشف البوسني وحيد خليل زيتش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم انه يضع عبد صمت زلزولي لعيب فريق برشلونا الاسباني ضمن اهتماماته لضمه الى النخبة الوطنية مستقبلا وقال الناخب الوطني انه يفضل اللقاء المباشر مع اللاعب الزلزولي من اجل التعرف على وجهة نظره في الاندمام الى الاسود مشيرا الى ان قميس المنتخب الوطني لا يقبل المساومة واشد خليل زيتش بالمستوى الذي قدمه اللاعب الزلزولي مع فريقه وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح يوم الخميس للكشف عن قائمة الاسود واشار مدرب الاسود الى ان عدم توجيه الدعوة الى نجم برشلونا الاسباني يعود الى عدم معرفته المسبقة باللاعب واضف المتحدث ذاته ان الباب مفتوح للجميع بشرط ان يكون حب قميس المنتخب الوطني هو الاهم بالنسبة اليه واعلن الناخب الوطني اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباريات اصول الاطلاص برسم الجولتين الخميسة والسادسة من التصفية الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 يذكر ان المنتخب الوطني المغربي سيواجه منتخبي السودان يوم الجمعة 12 نوامبير برابراطة وغينياء التولتاء 16 نوامبير بالدار البيضاء خليل زيتش يصدم الجماهير المغربية لا نملك محرز او صلاح تحدث البوصني واحد خليل زيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الاول في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس داخل مركز محمد السادس لكرة القدم استعدادا لمواجهة منتخبي السودان وغينيا وشدد خليل زيتش على ضرورة التحلي بروح المجموعة في صفوف اصود الاطلاص من اجل تحقيق المزيد من النتائج الايجابية مؤكدا ان المنتخب المغربي يلعب كفريق واحد ولا يملك في الوقت الحالي نجبا كبيرا مثل ما تملكه الجزائر وميصر وقال واحد خليل زيتش بخصوص هذا الموضوع اي قرار اتخذه اعرف لماذا قمت به تصريحات حب الوطن يجب ترجمتها فوق الملعب احيانا عندما انادي على بعض اللاعبين فليس دائما لكي يلعب معنا لكن ليكتشف الاجواء بالنسبة لي شخصيا روح المجموعة شيء مهم جدا واضاف الربان البوسني نحن لسنا مثل مصر التي تتوفر على محمد صلاح او الجزائر التي تملك رياد محرز وهناك ايضا ساديوماني مع السينيغال هؤلاء اللاعبون يقومون باشيء عظيم على المستوى الفرضي اما نحن فنركز على المجموعة الكل يسجل عندنا وافضل مثال اشرف حكيمي وايمن برقوق هذه بمثابة طروة يملكها المنتخب المغربي وتابع خليل الزج بعض العناصر التي لا تتواجد في القائمة التي اعلنت بامكانها ان تعود يوما ما لن اخفيكم امرا ان بعض اللاعبين يحاولون المساومة ويشترطون ضرورة اللاعب مقابل القدوم للمنتخب المغربي الذي يبقى فوق الجميع خليل الزج يمرر الرسالة لحكيم زياش والمستبعدين في اشادته بايوب الكعبي اشهد الناخب الوطني وحيد خليل الزج بالمهاجم ايوب الكعبي مؤكدا انه لاعب يقدم مردودا قويا ويتطور مع المباريات وقال خليل الزج في الندوة الصحافية الخاصة بتقديم قائمة المنتخب المغربي لمبارته السودان وغينيا قال انه ساعد بالتطور الظاهر في اداء الكعبي مؤكدا ان اللاعب يستحق التواجد مع المنتخب المغربي وتبع البوسني الكعبي تغير وتطور كثيرا ازدادت نسبة ثقته بنفسه لكن عليه تطوير مستوياته فيما يتعلق بالفعالية امام المرمى متأكد من انه سيقدم الاضافة لقد سجل اربعة اهداف في ثلاث مباريات على ما اعتقد ولمح خليل الزج لتمسكه بالسداء الكعبي على حزب بعض اللاعبين وعلى رأسه من نجم تشيلسي حاكم زياج قائلا شخصيا افضل خسارة مباريات مع الكعبي على ان افوز بها مع بعض اللاعبين ويلاقي المنتخب الوطني المغربي في الثاني عشر من شهر النوم برجاري نظيره المنتخب السوداني على ان يلاقي غينيا في السادس عشر من نفس الشهر برسم الجولتين الخامس والسادسة من التصفية المؤهلة للكأس العالم قطر 2022 نجم الاهل السابق يحذر مسيماني من النجم المغربي حدر لعب الاهل مصر السابق عادل عبد الرحمن مدرب الفريق الاحمر من النجم المغربي اشرح بن شرقي على هامش مباراة الديربي التي ستجمعه بالزمالك غدا الجمعة برسم جولة الثالث من الدورة المصري واكد عبد الرحمن في تصريح لاداعة ان سبارت ان بن شرقي وزميل احمد سيد زيزو سيكونان مصدر الخطورة في الزمالك قائلا اخشى على الاهل من تنائي الزمالك زيزو بن شرقي اذ يعتبر التنائي من اهم مفاتح لعب المنافذ وهنا حمد فتح مطالب بضرورة التغطية الدفاعية بشكل جيد وتابع مسيماني مطالب بالعودة لطريقة 4-2-3-1 كما انه من الصعب ان يعتمد على التنائي بيرسيتاو ولويس مكسيانو معا ولن يجاسف بهما في اول لقاء قمة واشار المتحدث نفسه الى ضرورة اعتماد الاهل على الخط الخلفي المكون من اكرم توفيق وبضرب عنه ايمن اشرف وعلي معلول خليل زيتش رحيمي سيلتحق بالراضيف وانا في حاجة الابا شرقي اوضح وحيد خليل زيتش مندرب المنتخب الوطني المغربي ان غياب السفين رحيمي يعود لتنساق مع المنتخب الوطني الراضيف الذي يستعد لخوض منافسة كأس العرب بقطر وقال خليل زيتش ان المنتخب الراضيف سيكون بامكانه الاستفادة من سفين رحيمي لقد اتفقت حول ذلك مع المدارب حسين عموتا وتابع رفضت تواجد بن شرقي مع الراضيف لانني في حاجة لخدماتي وانا متمسك به وتجرى مواجهة السودان يوم الجمعة 12 نومبر بملعب ملي عبدالله في العاصمة الريباطة في حين يلعب اللقاء الثاني امام غينيا في السادس عشر من الشهر الذاتي على ارضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء اشتركوا في القناة